طيب إحنا عندنا رغبة من المشاهدين بيقولوا هالي في ودني بعتين بيطلبوا قصص ماينسهاش أبو نابوليس عن البابا شنودة حصلت قدامه لأنه البابا كان من المؤمنين بالتعليم بالقدور بالتصرف بالبساطة مش كل حاجة تدريس يعني لما كان يتكلم مثلا عن العطاء ويقعد ويعلم به ونشوفه في لجنة البر وفي حاجات كتير غيرها بيدي لما كان تعبان ومش قادر ينزل لأنه قلق مرة كده ويقول لننزل شوف حد يكون ما شوفناه عايز يقابلنا محتاج حاج الساعة مثلا تسعة عشرة بيلي مفروض تعرفوا كدرها وقتها ما بقاش في حد ننزلناه لأنفس فعلا محتاجها يشوف طفلي يقول طفلي ده هتولي بص يطلع وسط 40 ولدت وبنت يطلع له ظروف مثلا قاسية عرفته جبت ده منين ده بيتكلم على الإحساس بالفقير وبيعيشه بيتكلم على حب الفقير وبيعيشه التغصب التغصب العزة الأخيرة يمكن تكلمنا عنها كتير أنه قد إيه كان التعب اللي عنده ده كترة كان يحذره منه ينزل ورغم أنه في مرة فعلا قبلها منزلش يعني في مرة فعلا كان في عواصف وحاجات زي كده يعني ولما لأ دي رغبتنا قل ما يشو منزلش لكن المراد اللي لا هنزل يعني هنزل هتكلم من الناس يعني هتكلم من الناس هتتكلم على التغصب هو عيش التغصب في أقصى صوره يعني مثلا لما كان يقول مثلا عدم التباهي بالروحيات أو الحاجات دي بالفضائل أو كده آه مثلا يعني مرة مثلا إحنا بنتكلم عن المنهج آه ويعني عشان برضو ما نبقاش بنسرد قصص بس يعني تكون فيها تعليم منهج يعني نتعلم منه حاجة سيدنا البابا شنودة ما كانش يحب الإفراط في الغيبيات آه أيه كنت حسأل قدسك على الحكاية دي لأن إحنا عندنا كأقباط الإيمان الشديد بالمعجزة وأحيانا يختلط بشيء ما هواش كده فإيه كان منهج البابا شنودة إيه في الحتة دي كان زي بيشوف المعجزة وكان زي بيشوف الحاجة اللي هي يعني هل كان دائما بيعتمد بس على إرشاد الروح القدس ونفرق ما بين المعجزة الحقيقية والكلام المختلق لأن طبعا صاعات ناس ضعاف النفوص عشان يعني يعملوا لنفسهم أهمية يقول لك ده أنا بشوف البابا شنودة ده ده أنا بيجي لي العدرة ده أنا كده يعني لأ ومالشرط يكون دافع هو بيعمل لنفسه مثلا حاجة ممكن يكون واحد أرى قصة عجبته لكن هو مثلا معرفش يعني لهوتيا مثلا دي ما تتفقش مع مثلا مع السابت في الكتابة المقدسة أو في الروحيات يعني صحيح فينقلها ببساطة صحيح وينشرها ببساطة إن دي حاجة حصلت وحاجة بتمجد ربي برضو فيه ناس بتنشر مش بدافع بدافع البساطة وبساطة الإيمان يعني لكن هو كان سيدنا البابا شنودة وكان الأنبا سنون بقى في دي يعني شديد جدا يعني الشخص المتسامح ده لو روحت له قلت له أنا عامل إيه طب طب عليه خليهاش آخر آي طب أب أب اعترف نادر نادر حقيقي على فكرة ده بفكرنا بأنبا بشوي نفسه لأنه لما بنذاكر حياة الأنبا بشوي بلاقي أكتر سمة كبيرة كده وأفتكري يعني لو سمحت لي أقولك حاجة تعتبر شخصية وأنا بذاكر 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 وأنا رايح أصور أول يوم كان معانا أب من الدير قلت له يا أبونا أول ما أقولك أنبا بشوي وأنا عارف بقى أنه أنتوا بتشوفوه أنتوا قريبين منه تقول لي إيه قالي الوداع روحت فاتح وقلت له فعلا دي واضحة في صرته فعلا وصدقني إحنا حسينا أنا آسف وإحنا حسينا فعلا أن سيدنا أنبا بشوي فعلا يعني هيجيب لنا حد وريق لأن إحنا عندنا سمة كده إحنا فيها شيء من التبسط في التعامل قوي طب كميلي الحتة دي يا أبونا عشان ما انتهش فيها يعني عند الحتة دي كان بيبقى قوي وحاسب اللي هي إيبقى لا ده ممكن زي إيه لا ده ممكن يسامح واحد يعني مثلا يعني مثلا أخ دخل الدير جديد ومثلا لسه مش متعود على جو الدير أو طبعه يعني جديد شوية يقول معلش مع الوقت يتعلم يكلم ووقتها لكن عندما يحس واحد بيتكلم في الأمور دي لا ما يترددش يمشي بالدير زي إيه يعني يا أبونا بتكلم في الأمور دي يعني زي فروق بشوف مش عارف إيه بس إحلام إيه بس ما يقول لك لا لا خالص طب ليه سيدنا وإحنا مش بنؤمن بالكلام ده يقول لك لا الضربة اليمنية للإنسان أخطر ألف مرة من الخطيئة ضربة اليمنية اللي هي إنه يحس إنه هو بيشوف رب المجد بيشوف القدسين وسيدنا البابا شون ده بقى كان يقول على دي حاجة برده زي كده يقول لك أنت قفلت الباب قفل الباب اللي تدخل منه تعالجه تدخل منه إيه؟ عشان تعالجه ما هتقول لواحد ما نصد صال منه بصلي الاتضاع تقص لا الباب اللي هو إيه لو واحد مثلا عنده حاجة تعباء وخطيئة تعباء وفكرة تعباء هيصلي هيجاهد هيطوب هيرجع يعني صح ما صاره ويرجع أحسن مكان ولكن ولكن لما يكون حد هم يشوفوا أنه هو مصاب بأنه بقى ببر ذاتي شوية أو بأنه أنا بشوف رؤى وشوف أحلام يعني صدق نفسه يبقى عغارة ليه؟ هتيجي تقول له كده وحصل فعلاً والأباقي يشهده يعني أنه ماشى فعلاً ناس من الدير بصول إخوة يعني طاليب الأخوانة بسهب ما يتهونش فيها أبداً هو ده بقى المنهج وإحنا بنتكلم على التسليم تلمزة والمنهج ده المنهج اللي سلمهله البابا شنود وده كلام البابا شنود عن الكلام ده حضاك اسمع شوف البابا شنود ده متكلم عن شخصية كم قديس يعني العزاء بتاعة البابا شنود ده فيها سيار قدسين تلاتة وتسعين عزاء وكتاب عن الأنبانطنيوس يعني ليه كتب عن القدسين فيهو مؤمن بدا تلاتة وتسعين عزاء عن سيار القدسين مش هتلاقيه حاكي فيهم معجزة واحدة طب معنى كده هو إيه؟ ما بنؤمنش وما بنؤمن بالمعجزة بس هو كان حريص ما يتكلمش في الأمور دي لألا دي اللي تاخد ذهن الناس بس وقول لك بص انتو يبقى الإيمان بتاعنا كله كده يعني قد غيبي غيبي بس طيب سيدنا بقى البابا شنود ده هو في المغارة كان بيسمع بقى حاجات غريبة يشوف حاجات غريبة كان سيدنا الأنبا صارغون لما تراه بينه كان يروح ليقول له أنا بسمع حاجة غريبة اسمعها واحد يخبط على الباب اسمع حد ماشي قال له اوجد لأي حاجة كان بابا شنود يقول الكلمة دي دايما يقول لك أي صوت تسمعه اوجد لأي شيء علة يعني سبب مبارد مبارد فنقول له يعني إيه سيدنا قال يعني أنه نقول له هوى حرك الباب إيه زلط في الأرض من الصحرة خبط الباب قال له فكان يقول له ليه كده يقول له عشان لما تسمع صوت ربنا أو حاجة واضحة ما تبقاش تحتامل الشك جواك طيب ده بقى حصل في حياة سيدنا الأنبا صارغون وحصل في مواقف قليلة لكن كانت مواقف جلل يعني حلم مثلا أكتر من مرة بقبة مفتوحة كبيرة وزي ما تكون بتقع أو حاجة وقام تدايق لعرض الكلام ده على أبا اعترافه ما كانش يخب حاجة عن النسينا بابا شنود أبدا أبا اعترافه ده يعني وكان يعني يقول لنا الاعتراف في الأمانة ده ده شيء مقدس يعني صور الأمانة في الاعتراف يعني فقال له ده الأمر ده كده حاجة يعني حاجة كبيرة في التلمس بعدها بكم شعر اتناح القديس البابا كرولي اللي كان مثلا سيدنا يعني إحنا ليه بنقول دمعة ده إن مش معنى إن إنسان يكون رفض الإفراط في الأمور دي إنه ما عندوش إيمانيات لا في حتة تانية كمان يا بونا مش بس الإفراط الفكرة الإعلان هو البر الزاتي بيخلي الواحد يقول أنا حصل معايا كذا أنا ظهر لي قديس الأنبا بشوي لكن هو قال له أبا اعترافه يعني يعني يكون إن الروح القدس بيرشده أو بيدي له كشف أو بيدي له إنه يعرف إلي هيحصل بشكل أو بآخر لكن هو ما جريش كتبه في الكتب وطلع قاله في التليفزيون ده مش كده كمان بس ده مثلا حصل حاجة حكينا قبل كده كتير مع وضوها الجمل اللي تاه منهم ولقى جمل تاني موقفه وبعد فترة ورجعه للمغارة تاني وكان ده ضيع الجمل ده بنسبه له مشكلة كبيرة سيدنا البابا شنودة كتبها ساعتها في مجلة الكرازة موجزة الجمل الأبيض وكتبها في الصياق إن هي حاجة حصلت مع تنين رهبان ولا قال إن هو البابا شنودة بعد كده حكاها بقى إن هم دول لما تعرفت من بعض الأباء هنا مثلا سيدنا الأنبى صربامون في الاعتدال اللي بنتكلم فيه إن أنا أرفض يعني أي حاجة أي فكرة كده تيجي غلط في ذهني ولكن لما يبقى بقى صوت من ربنا واضح آه لازم من الله يثبت بس كان يقول لنا حاجة كان يقول الصوت ده يبقى معاه فرح ما يكونش معاه ألأ آه ألأ أو حيرة آه يعني كلمة سمعت الصوت اللي كان يقولها دي لما يحكيها يقول سمعت الصوت ومي كنتش عارف أعوض من الفرح عارف اللي مواحد يقول لك مش عارف أعوض من القلق ده مش عارف أعوض من الفرح عايز يعمل حاجة زي رسالة جاية فالمهم كان سيدنا نفتن بابشو يالله ناح نفسه كان أبونا تومة كان هو قاليت قريبة من قاليت سيدنا أمبا صربامون هم رهبان قبل الأسقفية يعني ويقال أن سيدنا أمبا صربامون كان يحب يقعد يقول لك في وقت الليالي اللي هي ويسموها الليالي القمرية يقعد يتأمل بالساعات ممكن للصبح بالمناسبة مثلا هو كان نومه قليل جدا والبابا شنو نومه قليل جدا أيها ويعني نفس المنزل نحن من غير ما نعرف بنخمن كده لأنه مش معقول يعملوا كل هذا الإنجاز في حياتهم اللي باين في حياتنا وفي العمر ده يعني إذا أنا عايز أقول لك المروحة استخدامها تلاقي الاثنين طبعهم واحد ما يحبوش التكيفات ما يحبوش سيدنا أمبا صربون لغاية ما تنيح ما كانش عنده تكيف في القلقية خالص خالص فسيدنا البابا شنودة لولا بس الموضوع الكلا والتعب اللي كان فيه لما قالوله يعني لازم موقع في مكان اللي هو فيه كويس مكيف آه فالمهم فسيدنا الأنبا بشوي قال لي سيدنا الأنبا صربامون قال له قل لي مين اللي هيجي مع بعد البابا كرولوس وفترة بعد نيحة البابا كرولوس يعني كانوا بتكلموا فيه فقام بصولنا قال له أنا شعرفني وانا نبي قال له بس قل لي بس قال له قاعد يلح عليه قال له شوف أنا كنت بتمشى في مكان كده حكى هو على المكان ده كان دايما يعني يسمع يعني يحس في المكان ده براحة وكده قال له سمعت فيه صوت زي ما يكون صوت بيقول الأنبا شنودة كوكب الكتر المصري بيقول ايه الأنبا شنودة كوكب الكتر المصري كوكب الكتر المصري قال له شوفت زي ما يكون ورقة كده وأنبا صربامون حكيها يعني ده هو أنبا صربامون آه وحكاها مين كان فين بقى ساعتها يعني أمبا سربامون ما كانش بقى أسقف لا وهم رهبان أبا يقول لحضرتك في فترة الفترة الانتقالية اللي بين قديس ربابا كورولوس واختيار ربابا شنود في الفترة دي طب ما إيه لي خلي أمبا شنود يسأله كده برضو إلا إذا هو عارف أن الرجل دوت برضو عنده يعني شيء عنده روحيات عالية فقال له أنا كنت بتماشى وسمعت وشفت زي ما يكون وراء طويلا كده مكتوب فيها الأمبا شنود أسقف التعليم نياف تنبى بشو اللي هو بونة طوما نزل حضر للقرع على هيكلية لقى نفس الشكل الورقة لما لقى المقام أعلانها اللي قاله نفس الورقة ونفس خطه رح حكاها للأمبا شنودة للبابا شنودة قبل التجليز قال له ده حصل كذا 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 سيدنا البابا شنودة لما كان يتكلم على الأمبا سربامون يقول لو الأمبا سربامون قال لي على رأي وما عملتوش أحس أن أنا مخالف صوت ربنا البابا شنودة يعني بص العظمة الإنسان ده الأمبا سربامون ده ما تلاقلوش عزة مصر يعني أوت دور مش هتقال له عزة هي بالحياة مش هتقال هي الحياة اللي شاف الإنسان ده مرة واحدة شاهد بقد إيه وديع وحكيم وهادق ويعني مبتسم ومحب أستأذن قدسك نخرج فاصل صغير ونكمل برضو هنا لأن المكان الحلو ده والآيقونات دي اللي رسمها معلنا خلنا يعني المكان ده عايزين نتكلم عنه شوية ها نتكلم عنهم نشوف تدى إمتى وفكرته جات إزاي وأنبا سربامون أقنع البابا شنودة إزاي والعلاقة اللي كان بينهم تستلزم الفهم بالعلم وبالروح إزاي من غير كلام نخرج بس فاصل صغير استأذن أبونا الحبيب أبونا أبو لس الأمبر شوي نروح فاصل صغير ونرجع نكمل مظاهر البابا شنودة مظاهر البابا شوي العالم شكرا للمشاهدة